المغرب يحصن أمنه القومي بتنوع صفقات تسليح جيشه الصفقات تكرث مكانة المغرب ضمن قائمة أفضل المتعاقدين مع الولايات المتحدة في صفقات الأسلحة كما ستعزز قدرات الحليف الرئيسية لحلف شمال الأطلس في المنطقة يتجه المغرب نحو تطوير ترسانة العسكرية حيث باتت الريباط تخصص ميزانية كبرى لذلك من أجل إتمام صفقات أسلحة ومعدة حربية وفي هذا الإطار أعلن البنتاجون يوم الجمع عن توقيع الريباط لصفقة جديدة مع الولايات المتحدة لاقتناء 24 مقاتلة حربية من نوع F-16 ستشرف على تصنيعها وإعداد شركة لوكهيد مارتن جنوب كارولينا الأمريكية وحسب البنتاجون فإن هذه الصفقة تهم بلدين هما الطايوان والمغرب وستقوم بمجبئة الشركة الأمريكية بتصنيع 90 طائرة من مقاتلات F-16 لتكون جاهزة في سنة 2026 وتكرث الصفقة مكانة المغرب ضمن قائمة أفضل المتعاقدين مع الولايات المتحدة الأمريكية في صفقات الأسلحة إدوافقت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضية على تزويد المغرب بعشرة ثواريخ بوينغ HGM-34L هاربون بلوك 2 المضادة للثفن هي الصفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار أمريكية ولتبديد أي تخوفات من جيران المغرب أكدت وكالة التعاون الأمنية الدفاعي الأمريكية أن الصفقة لن تؤثر على موازين القوى في المنطقة بقدر ما ستعزز قدرات المغرب الحليف الرئيسي لحلف الشمال الأطلسي في المنطقة وكان العاهل المغربي الملك محمد الثرس قد أشار في الأمر اليومي الذي أصدروا للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الدكرة الثالثة والثتي لتأسيس العمل الماضي إلى أن القوات المسلحة ستهتم ببرامج البحث العلمية والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية على المستويين الإفريقي والدولية من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارعة في ميادين الأمن والدفاع كما أعطى الملك المغربي محمد الثرس بإثفة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع ومنح تراخيث تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمنة وتسلمت القوات المسلحة المغربية في مرسى الماضية شحن من نظام رجمات الثواريخ الثانية AR-2 والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالثواريخ في العالم ويعد من أقوى أسلحة الردعة في ترسانة القوات المغربية وأوضحت معاهد متخصصة في الدفاع أن الشيشة المغربية جدد أسطوله وبات يمتلك أنواع متطورة من الأسلحة كما أنه غير ويشته بشكل واضح ثوب أسواق جديدة كروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر رائدة في هذا المجال بعدما كان يقتني أسلحته من فرنسا كما أن المملكة فتحت أبواب جديدة بشراء أسلحة من الصين وبعض الأسلحة الروسية ويرى خبراء في السياسة الأمنية نتجديد مستوى تسليح المغرب مطلوب وضرورية كون المملكة دخلت مرحلة الردع البحري والجوية موضحين أن تنويع الردع بين القطاع العسكرية الجوية وباقي القطاعات يؤهل لشروط أخرى في أي مواجهة محتملة ويؤكد الشرقاوي الروداني الخبير في أشؤون العسكرية والأمنية في تصريح أن المغرب مطالب بتأمين مجاله بالرفع من منثوب الوقاية باستثمار علاقاته مع مجموعة من الشركاء والمجمعات الصناعية الدولية والأمريكية وغيرها التي تساعد في تطوير برامج صناعية مشاركة ووفق البنطاغون فإن 24 مقاتلة من نوع F-16 ستذهب إلى المغرب قيمة وتصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكية والتي تصنف ضمن الجيل الجديد والمتطورة وتتميز بالفاعلية الكبيرة في المواجهات الجوية وتوجيه ضربات العسكرية بدقة عالية وبسرعة فائقة وتنويع المغرب ترسانته العسكرية فردته التحديات الخارجية والإقليمية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الثاحل الذي يجد فيها المغرب مصالحة والاستراتيجية ولهذا السبب أكد الروداني أن المغرب وقع اتفاقيات دولية عديدة في مجال الصناعات العسكرية حيث يمكنه إلى جانب اقتناء الأسلحة شراء براءات اختراع من مجمعات صناعية في أوروبا وروسيا والصين والهند ومن هذا المنطلق تنبني الخطة المغربية أولا على اقتناء الأسلحة والعمل على تطوير صناعات عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة وخفض تكلفة الثيانة بإنشاء مواقع عديدة للثيانة المعدات العسكرية وتانيا ينوع المغرب مصادر التسليح الاستراتيجية حفاظا على نوع من الاستقلالية وتمتلك الريباط ثربا من طائرات F-16 وستحاول الاستفادة من خبرات الأمريكيين لتدريب الدباط المغرب على أساسية هذه المقاتلات وذلك في إطار التعاون الاستراتيجية بين الدولتين كما ستعمل الريباط على تأهيل طيارين قادرين على فهم آخر المستجدات التقنية والتكنولوجية التي شملت هذا النوع من الطائرات الحربية وكانت أول الصفقة للثلاح الجوي أبرمها المغرب مع الأمريكيين منذ عامين عند اقتناء 25 طائرة حربية من مقاتلات F-16 المدمرة وقد بلغت القيمة المالية لهذه الصفقة 4.8 مليار دولار وقد تلتها الصفقة أخرى في 2019 متعلقة بثيانة هذه المقاتلات من الناحية التقنية والتدريب على استعمالها بقيمة مالية بلغت 250 مليون دولار أما تاني أكبر الصفقة متعلقة بتسلح الجوية للمغرب مع الولايات المتحدة فهي التي جرى توقيعها العام الماضي وتتعلق باقتناء 24 مروحية أباتشي المقاتلة بقيمة مالية بلغت 1.5 مليار دولار حيث اقتنى المغرب لأول مرة مروحية عسكرية ويعتقد خبراء الشؤون العسكرية والأمنية أن المغرب يفعى من خلال حسابات دقيقة ومعقدة لبناء استراتيجية بعيدة المدى في المجال العسكرية تسليحا وتدريبا وتصنيعا ودعم التعاون مع الولايات المتحدة على ضوء التحديات الجديدة المتمثلة في ضبط مشكلة الحدود والهجرة التي تشكل تحديا اقتصاديا وأمنيا إلى جانب خطط تطويق الظاهرة الإرهابية في المجال الإفريقي قالت هيئة إقليمية يوم الخميس ستبدأ بإجراء فحوصنا للأجثم المضادة لفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبلة وذلك في طر الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة وقالت جون كينغا ثونغن رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومقرها في العاصمة الإتيوبية آدس أبابا ليبيريا والسيراليون والزامبيا والزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق الفحوص وتعتمد حكومات دول غربية على فحص الأجثام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها أملا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها وأنقلت العزلة النسبية القارة حتى الآن من أثوأ موجة للوباء إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أنه من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنها وحتى يوم الخميس تجاوزت الإصابات بمرض كوفيت 13 في قارة إفريقيا المليون إصابة في حين بلغ عدد الوفيات فيها إلى 24113 وفاتة أعلنت ثفارة المغرب ببريتوريا اليوم الخميس عن إطلاق حملة تواصلية بعنوان بين الوهم والواقعة فهم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية وقالت الثفارة في بلاغ إن هذه الحملة التواصلية عبر الفضاء الرقمية تستند على مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة والممتعة ومعذذة بالثور تسرد أجوبة السفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني على أسئلة الثحفية الجنوب إفريقية جانيث جريافير حول العديد من الجوانب المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة وأضافت الثفارة أن مقاطع الفيديو تستعرض القضية الوطنية بتفرد أبعادها وأثارة مكوناتها بدءا بالجانب التاريخي ثم الواقع الثياسي مرورا بالبعد القانونية مبرزة أن هذه المقاطع تسعى إلى تقديم ثورة واضحة عن مرتكزات ديبلوماسية المملكة والتوابث التي يقوم عليها النهج الذي تتبناه في مجال الثياسة الخارجية وأبرزت أن هذه الحملة تقوم على تفنيد وبالحججة الإدعاءات المغلوطة التي تلف هذا النزاع الإقليمي والذي تثعى بعض الأطراف إلى إطالة بدافع الجال أو الإيدولوجيا مشيرة إلى أن المقاربة البداغوجية المعتمدة على طول المدة الزمنية لمقاطع الفيديو الثمانية تروم تسلط الضوء على الوقاع التاريخي لهذا الملف والالتزامة البناء للمملكة وإخفاقات بعض الأطراف الأخرى المعنية بشكل مباشر بقضية الثحراء المغربية وسيتم بث مقاطع الفيديو المنجذة باللغة الإنجليزية على نطاق واثع على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي بجنوب إفريقيا وخارجها بالمنطقة الجنوبية من القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر